موسيقى بمنزلة الأب بل كان هو الأب إن الإسلام هذا الدين الخالد ما فتأ يقدم العبقريات عبر التاريخ ليؤكد حيويته وطراوته وعظمته ولذا ليس غريبا أن يظهر في العالم الإسلامي عبقري كالإمام الشرازي الذي كان نادرة من نوادر التاريخ في شتى الميادين هو نتيجة طبيعية لتعاريم الإسلام وأهل البيت عليهم السلام ولادة الإمام الشرازي حادثة عجيبة حيث أن والده المقدس آية الله العظمى المرزى مهدي الشرازي توسل بالأئمة الطاهرين عليه السلام كي يرزق بابن عظيم يحمل لواء الدين فكان مولده ببركة هذه التوسلات في النجف الأشرف مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عام 1347 حجري وقد هاجر مع والده إلى كربلاء المقدسة عام 1356 هجري وتسلم فيما بعد قيادة الحوزة العلمية وقاد نهضتها الثقافية بعد رحيل والده عام 1380 من الهجرة النبوية وعمره في الثالث والثلاثين ثم هاجر من كربلاء المقدسة عام 1390 هجري إلى الكويت ثم هاجر إلى إيران عام 1399 حيث استقر في مدينة قم المقدسة كان الإمام الشرازي رضوان الله تعالى عليه وأعلى الله درجاته الشريفة رجلا عملاقا في مختلف مجالات الحياة كان قمة في التأليف حتى لقب بسلطان المؤلفين وهذا اللقب جاء من اتحادية الكتاب العرب في دمشق وقسال قلمه المبارك رغم مشاغله الكثيرة على تأليف أكبر موسوعة فقهية في التاريخ الإسلامي حيث بلغت أكثر من 150 مجلدا إلى جانب مجاميع كثيرة من المؤلفات في مختلف العلوم وشتى الميادين حتى تجاوز 1200 مؤلفة فقد كان رجلا استثنائيا في ميادين الإيمان والتقوى والعلم والمرجعية والتأليف والورع والزهد والجهاد والأخلاق والعمل والريادة والتأسيس والتربية إلى غير ذلك من الأبعاد التي يصعب جمعها في رجل واحد إلى جانب آخر أعطى الإمام الشرازي أهمية كبرى في بناء المؤسسات والحسينيات في كل مكان لما كان يراه من أهمية تلك المؤسسات والحسينيات في نشر الوعي والثقافة في الأمة الإسلامية وعظمة هذه المرجعية الحضارية كونها أولت جميع فئات الشعب أهميتها وعملت على تقارب هذه القوى لتصب في خانة الإسلام وكان الصفاته الحميدة في الأخلاق الحسنة هي مضرب المثل حيث كان يقابل الإساءة بالإحسان والقطيعة بالوصل والخشونة باللطف وله في التواضع باع طويل حيث أن المرجعية والزعامة لم تغيره بل زانته بالتواضع ونكران الذات حتى كان يشارك في إعداد الطعام في منزله ويسلم على الكبير والصغير كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ويقوم احتراما لهم حتى عرجت روحه الطاهرة إلى بارئها يوم الثاني من شوال 1422 هجرية فالإنسان يجب عليها أن لا ينسى أنه في يوم من الأيام يوم الثاني من شوال 1422 هجرية